السلام عليكم اخوات معكم عثمان برسيونا من جديد موضوع جديد اخوتي اخواتي دائما وابدا كانت منى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة الموضوع اخوتي هو الجالية المغربية العالقة بالمغرب الجالية المغربية العالقة بالمغرب اخوتي غير باش نتفاهمو هنا بغيت نعمل واحد صوضيح بسيط لي بزاف الناس يعطيو اغلط وهنا كنا واحد جريدة القدس كتتكلم على هذه القضيات بزاف الناس كيقول لك المغربة اللي بقوا في المغرب علاش الدول الاوروبية ممشتش فتشت عليهم علاش كتجيب ولاده من دول اخرى وما كتجيبش ولاده اللي عالقين في المغرب هنا بغيت نعمل واحد صوضيح اخوتي لان بزاف الناس كيعطيو مغالطات كبيرة وما عارتش انا واش عارفين وكيبغلوا نقلبوا هاتش هذا او اللي هما ما عارفين شي مزيان شني واقع انا غادي نشرحكم مزيان سبق لي قلتكم بالناس اللي كدخل المغرب اللي كنهضر علا دولي ناشناليذات اللاس اللي عندمش جنسية الناس اللي كدخلو ميكي سيارونا باسا بورتي ميكي عملونا طابع باسا بورتي كي طلبونا البطاقة الوطنية كنتمهو ميك كنتمهو مغاربة كندخلو المغرب على اننا مغاربة مش علا اننا مش علا اننا اه سياح اجانب في رويدا دخلنا بالديني فاقب بلا بطاقة كنتم تحسبو من الدولة اللي جينا منا في حالة الطوارئ ما كيكونش حاجة كان قدروا نخرجو من المغرب بحقي دخلنا بطاقة الوطنية كنتم تحسبو مغاربة وكمقوا في المغرب هاتش اللي وقع تبا المغرب هاتش هذا يعني القرار بحكومة المغربية الناس اللي يعني اللي عندهم دوبلي ناصيوناليدات ما يقدروش يرجعوا للمغرب اللي باقي نشرح هنا هو الناس كي قولك لا هات الدول الاوروبية جابوا الناس ديالهم اللي هما مثلا 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 هولنديين اصليين اولا فرنسيين اولا اسبانيين يعني اصليين جابوهم والمغرب اللي عندهم دوبلي ناصيوناليدات ما جابوهم شي وهذا القرار قرار الحكومة المغربية هي اللي ما خلتهم شي خرجوا هي اللي ما خلتش هاد الناس يخرجوا انا غادي نقرع لكم واحد المقال في الجريدة وغادي نشرحكم مزيان على الله تحاولوا تفهموني اخوتي احنا ما كان هضروشي على الناس اللي باقيين يدخلوا المغرب مغربة بقوا عالقين في وسط المغرب الناس كينا نساء حوامل قريب يولدو وكينا منهم الناس اللي غادي تسللوا من ورق ديالهم الناس اللي عندهم بزاب يعني الامور ديالهم خصوم يقضيوها الناس بحال هادو بقوا حاصلين الناس بقوا مفرقين على ولدتهم هادو كان هضرو دبا غير علا هادو 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 اصلا غادي خرجوا المغرب يمشون اوروبا ما غادي جيبوا نيمارت نيتاشي حاجة اصلا هوا ما بغين يخرجوا المغرب غير بش نتفهموا الله ارضي عليكم انا غادي نشرحكم نحاول نشرحكم بقوا معايا هانتم اخوتي جريدة القدس عنوانات امستردام تطالب الرباط تطالب الرباط بالسماح لالفين من الهولنديين داوي الاصول المغربية بمغادرة المغرب العنوان ره واضح هانتم انضمت هولندا انضمت هولندا الى مجموعة من الدول الاوروبية واساسا بلجيكا التي تطالب سلطات الرباط بترخيص لحاملين جنسيات اوروبية من الاصل المغربي بمغادرة المغرب كتسمعوا مزيان وكتفهموا مزيان اخوتي هذا رضا على بزد النفس اللي كعطوا مغالطات والعودة الى ديارهم في المهجر ويستمر المغرب كدولة وحيدة في العالم تقريبا تسمعون يا اخوتي مزيان الله يديكم احنا ما كننظرش من فرق التي تمنع عودة المغاربة العالقين وخروج المغاربة مزدوجي الجنسية لأسباب مجهولة واغلق المغرب الحدود البرية والجوية منتصف شهر مارس يعني 17 مارس تقريبا كاجراء لمواجهة كورونا بيروس وتسبب القرار في بقاء المغاربة عالقين في عدد من الدول الاوروبية هذا مش مشكل وخاصدي مخصومش دخل الوابع اوروبا مع ولداتهم ولو ان الناس كنا الناس سياحة هذا كما منع المغاربين الحاملين لجنسية اوروبية من المغادرة من المغادرة واقدمت السلطات المغربية على هذا الاجراء رغم عدم توصية منظمة الصحة العالمية به يعني منظمة الصحة العالمية موسط شبات شهادة ورغم ابقاء اوروبا حدودها مفتوحة في ممزيان الله رحم الوالدين لاجل مواطنية علما ان عدد الوفيات والاصابات في هذه الدول مرتفعة للغاية مثل اسبانيا وايطاليا وفرنسا واكد وزير الخارجي الهولندي ستيف بلوك للاحزاب وفي موقع الوزارة الالكتروني الخميس وجود قرابة الفين هولندي الفين هولندي من اصول مغربية عالقين في المغرب يرغبون في العودة الى هولندا وان حكومة امستردام مستعدة لاجلائهم عبر وسائلها لكن السلطات المغربية ترفض رفضا تاما رغم ترخيصها للأوروبيين غير المغاربة بالمغاربة طيلة الاسابع ما عفت ان اوش هدي عقوبة او لا ما فهمتي انا عقوبة بحق الناس ما فهمتي فهموني وكان هناك ستناء واحد للمغاربة الحاملين او المقيمين في كندا والولايات المتحدة يعني هذا الشيء هذا امتخذ فقط مع القرار الاوروبية يعني الناس كانوا دولويات المتحدة خرجوا هالسيدي ستناء واحد ويحتج الكثير من المغاربة المقيمين في الخارج الذين يرغبون في مغادرة المغرب لأسباب مهنية والاتحاق بعائلتهم وهم الذين توفضوا المغرب من اجل زيارة العائلة او لأسباب قاهرة وكشفت عدد من الصفراء لان الناس هذه الايقامة ديالهم هنا في اوروبا ما شاهد في المغرب كنا الناس اللي غير مع عائلتهم اللي مع اختوه اللي مع كل واحد هم عامل وكشفت عدد من الصفرات الاوروبية التي كانت تعمل على تنظيم اجلاء الوطينية ان السلطات المغربية طالبتها فقط بتنظيم اجلاء سياح الاوروبيين الذين لا يحملون جنسيا المجدوي ورافضت السفارات الغربية السياسة التمييز التي فرضتها الريباط يعني اريباط السياسة الجنسى الغربية الاوروبية السياسة التمييز ولكن قابلت بها مجبرة امام الامر الواقع وكان وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفين واضحا يوم الثلاثاء الماضي في جلسة برلمانية عبر الفيديو أن المغرب هو الذي يتحمل هذه السياسة التمييزية وأن بروكسل لم تتعامل نهائيا بعنصرية فهموا أخوتي الله رحم والدكم لك تنتقضوا كما جاء في بعض تدخلات النواب وفي هذا الصدد يقول جمال ريان رئيس مرسى التواصل والهزرة في ولندا القدس العربي المغرب المغرب ارتكب خطأا فادحا معاك أنا معاك فادشي اللي كتقول كان عليه منح مهلاء لمن يريد مغارض المغرب تماما نحو الديال الأوروبي لكنه لم يفعل عكس باقي الدول ويرضيف يوجد مسنون هولنديون من أصل المغربي يرغبون في العودة إلى هولندا لأسباب التبية هناك من سيفقد عمله هناك أطفال بدون رب العائلة لأنه سافر إلى المغرب لقضاء بعض الحاجات القرار المغربي ينقصه للحس الإنساني ويؤكد يوجد امتعاض وسط الجالية المغربية في هولندا وباقي أوروبا وهذا سكن له انعكاس سلبي على رؤية المغاربة لوطهم الأصلي تماما أنا معاك الله العظيم ويشدد على المغرب أن يشرح لماذا هو الوحيد تقريبا في العالم الذي اتخذ هذا الإجراء الذي لا تصيبه أي هيئة طبية أو سياسية ويجهل الأسباب التي دفعت الرباط إلى تبني هذا التمييز علما أن الأمر يتعلق بمواطنين سيغادرون البلاد لالتحاق بمقرات عملهم وإقاماتهم في الخارج وتلتزم الرباط الصمت دون تقديم توضيحا إلى المغاربة الأمر الذي يفاقم الغضب والخنق من هذا الإجراء الاستثنائي على مستوى العالم أظن أن أخوتي هذا التمييز يتعلق بمواطنين لا يوجد شيء يتعلق بمواطنين هؤلاء الناس يريدون أن يراجعون لأولادهم لا ينقلوا الواباء من أوروبا للمغرب هؤلاء عالقين في المغرب نساكن أظن أن أخوتي هذا التمييز يتعلق بمواطنين يعني لا يمكن أن يدخلوا إلى هذا أو إلى هذا يعني هذا القرار تأخذ الحكومة المغربية لكي لا يبقى شيء يأتي يقول لله نحن خوفانين من الواباء نحن لا أعرف شيء وكان يقول لله أوروبا جابت الناس دياله اللي هم أصليين اللي عندهم من أصول عربية سمحوا فيهم راه كل شيء واضح ومبسط بلما نقول نفتشون شيء حاجة اللي ما كينشي نحن من هذا الشيء هذا كامل يعني نحسن بهذا النس هدو الناس كتشكي وتبكي بالبكا وتكيبكي وحاصلين تمام مفارقين على العائلة ديالهم مفارقين على وليداتهم أنا قلتكم اللي مسكينة غادي تولاد اللي غادي تلاولوا الوراق اللي غادي كل واحد والمشكلة دابا اللي غادي تلاولوا الوراق دابا هذا حالة خاصة دابا دم قلوب الرسيدنسيات دابا نحن كننظروا على الناس اللي عندهم جنسيات قطي كنتمنا أنكم تكونوا دائما بخير وعلى خير وبرتجوا هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا دائما بلدينا معكم مفارقين كنظر عائدة لأننا بزف الناس بزف أرقام لاتواعد دولة تحصد الناس بسيكنة العائلة اللي كي تصلوا بي وكي بكي وشكي عبر الواتساب عبر الميسنجر عبر جميع المواقع صلى الله ولي فرصكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته